وينضم إلينا من بنغازي مراسل ليبيا الحدث عطية العبيدي أهلا وسهلا بك عطية في نشرة الأخبار أطلعني عن آخر المستجدات لديك في مدينة بنغازي نعم نعم أهلا بك زميني بصباح وبكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث اليوم شهدت مديرة بنغازي اجتماع رئيس وزراء الحكومة الليبية قام بتشكيل لجنة للانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في منطقة غرب البلاد وغزو التركي برئاسة نائب وزارة العدن الأستاذ خالد نجم كذلك تنادت الأصوات هنا في مدينة بنغازي وكافة المدن الشرقية ومدن الجنوبية والمنطقة الوسطى ومعنوز للتظاهر ضد التدخل التركي وما تقوم به الميليشيات المسلحة والمتازقة السوريين في أهل العاصمة تبديدا بتدخلهم في العاصمة وانتهاكات جرائم وارتكابهم جرائم حرب كذلك لازالت تعمل أجهزة الأمنية بمدريد أنب بنغازي وشطف النجدة بالتعاون مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ولجنة التقصي لمتابعة كل جديد بما يخص كورونا والحالات المخارضة وحصرهم لذلك لمنع تفشي الوباء وزيادته في داخل المدينة إذن عطي أطلعني عن آخر التجهيزات للمظاهرات التي يتم تجهيز لها الآن المناهضة للتدخل التركي في ليبيا وهمية انسحاب أو إنهاء هذا التدخل في شؤون ليبيا أسوأ سياسيا أو على الأرض التوجهة التركي في غرب البلاد نعم نعم مصباح بإذن الله ستكون هناك تظاهرة قوية في مدينة بنغازي وكافة المدر الشرقية وسيصل صوت الحق بإذن الله وسيطرق هؤلاء بإذن الله الغزاة الأتراك وأعوانهم من ليبيا وسيقص دبرهم داخل ليبيا ونسأل الله السلام للجميع شكرا شكرا